اشتركوا في القناة وبعد الفاصل التحليل الفني مع الكابتن محمد حشيش والكابتن اسام عربي اهلا بحضراتكم مرة اخرى بجادة تحية بضيوف الكرام كابتن حشيش يعني مباراة جات عكس ما احنا قلنا في بداية الاستوالي التحليلي البداية كانت هادئة لكن كان فيه صحوة اهلوية في نهاية المباراة وتقدم عن طريق اللاعب رفض خليل نادلة طبعا بداية يعني كانت دون المستوى في الاول طبعا ممكن يبقى لها يكون نتيجة للرهب او الماتش طبعا فيه البطولة على ارض النادي المباراة متزع على الهوى لعيبة كلها عارفة الكلام ده لسه ولد صغيرين طبعا احداث المباراة في البداية كده طبعا يعني كان فيه بطء كبير قوي من فريق النادي الاهلي في النقل من تحت القدام فرقة طبعا الشرقية بترجع نص ملعبها بتقفل المساحات كلها اللاعبة نتيجة للبطء كانت برضو الضغط عليهم شوية صعب كان فيه تحرك يعني شوية من ناحية الشمال عكس ناحية الميم تعنادي الاهلي كانت اكثر يعني نشاط خدت على ميدو برضو ميدو نبيل من لعبة كويسة قوي دائما ببقى محور اداء اي فرقة ببقى موجود فيها بس كان بيتطرف كتير على اللاجنابه ده يعني بالصح لازم بيقى موجود في نص الملعب هو الوحيد اللي قادر ان هو يشغل الفرقة من ناحية اليمين وناحية الشمال انما ظهر طبعا الناس بمستوى يعني كويس زي طبعا يوسف شريف ورقفة خليل لعبة كويسين مصطفى بالخير كمان الديفندر لعيب كويس عايز اقول برضو تاني ان الفريق استعاد يعني الدفع بتاعته بعد ما جاد درب الجزاء على النادي الاهلي ايتيها الخطأ طبعا ادم انما رجعت تدارك الخطأ بتاعه يمكن دي عملت فوقان شوية وحسست اللعيبة بالخطورة اخر ربع ساعة كان فيه نشاط كبير من كل الفريق الرتم زاد شوية عشان كده وصلنا للمرة للمربع اكتر من مرة الجن اللي جيه جيه في توقيت كويس قوي عشان يبدأوا الشوط التاني واخديني الثقة ويظهروا يعني الرتم الجميل واللعب الكويس بتاع النادي الرهبة راحت يعني انما انا متأكد ان شاء الله الرتمة يبقى مختلف في الشوط التاني نتيجة طبعا لكلام كابتن سيد غريب معه كابتنو سامة الهدف اللي جف في نهاية الشوط الاول ممكن يدي ثقة للعيبة اكتر خاصة زي ما كابتن حشيش بقول كان فيه الاول بطء في التحضير فيه رهبة في بداية المجارة ممكن الهدف يعني يعني يدي ثقة اكتر للعيبة في الشوط التاني ونشوف بقى تحرر شوية من الضغوطات على اللعبة اه مفيش شك الهدف فرق كتير قوي جيه توقيت كمان هايل تقريبا مع نهاية الشوط الاولاني اه رأفت راح بكل ثقة وعملت شيب باس من فوق الحارس هدف جميل اه يمكن البداية ما كانتش كويسة فيه حماس كبير قوي وخشون ولعب بقوة لدرجة الخشونة شوية من فريق شراء الدخان عايز اقول لك برضو المباراة احنا كنا زعنا مباراة 2001 هنا كان من حوال 4-5 ايام واتغلب شراء الدخان بنتيجة خماسية ممكن فريق 2003 جاءت مهاردة بتحفظ شوية ده اكيد وانا قلت لك كمان بلعبه بقوة لدرجة الخشونة احيانا ده ممكن يكون سبب ده ركلة الجزاء اللي تصدى لها حارس المرمى ادهم محمد سيحة في اول مباراة ليه النهاردة مع النادي الهدف ادهم اولا ستايله حلو كجون وطوق عنده طول حلو لكن انت زي ما انت بتقول كده اول مباراة ليه فيه رهبة شوية احيانا هو يمكن بعدم خبرة شوية شد المهاجم هو بظهره درب الجزاء سليمة لكن قدر يصلح الخطأ اللي وقع فيه وصدها باقتدار انا متفق مع حشيش انه فيه لعيبة ظهرت بشكل كويس زي يوسف شريف حال بدون اسمال لعيبة برضو على شكل اسمال انا بقولك يوسف شريف الجناح الايصر وبالذات في النص التاني من المباراة ادى بشكل كويس وفعلا الجابة الشبال كانت شغالة اكتر فيه طبعا احمد احمد نبيل ميدو نبيل لعيب كويس برضو وفيه محمد شرقية سردباك بيبدأ الكرة من تحت كويس قوي ومصطفى ابو الخير اللي هو 17 في نص الملعة يعني البقين عاملين جهد شوية لكن يمكن دولت ابرز الناس يمكن في الشوط الاولاني وخاصة الخطورة شوية اكتر من ناحية الجابة الشمال اللي فيها يوسف شريف يعني عجبني يا كابتن حشيش اخيرا هدف رفض خليل هدف في سكة هدف بينهم من نلاعب عنده موهبة وعنده الاحساس بالمكان وبالجون لان هو وما خده كرة وكرة سريعة لمح الجون وهو خارج فحطاها برضو معنا الهدف وحاجة تتكلم اه تشيب باس من فوق الجون هو شايف وثقة كبيرة جدا جدا كان ممكن يحطها مثلا على الارض كتصدت لان الجون طلعا يعني عن المرمى كتير قوي فقفل طبعا الزوية فهو حطاها كويس قوي انا عايز اقول بل نقطة بس سريعة العنف اللي في بداية الشوط الشكمة من الشريعة لازم يتواجه برضو بقوة شوية في الاشتراكات وانا معاك كل التوفيق ان شاء الله للعب الناد الاهلي في الشوط التاني نروح لفاصل وبعد الفاصل بقى نروح لمعلقنا المتميز الكابتن محمد رمضان ليعلق على احداث الشوط التاني بين الاهلي والشرية للدخان وبعد المباراة التحليل الفني مع الكابتن محمد حشيش والكابتن موسى معرق موسيقى